أكد البنك المركزي أن إداعات المواطنين في المصارف العراقية بالدولار الأمريكية حق مضمون للمواطن وذكر المركزي في بيان أن التصريحات المنسوبة لمدير عام دائرة الاستثمارات والتحويلات الخارجية مازن صباح أحمد في وكالة رويترز تضمنت صياغات صحفية أوردتها الوكالة بصيغة غير دقيقة ونقل البيان عن أحمد قوله إن البنك المركزي يضمن ودائع الدولار وللمواطن الذي أودع أمواله بالدولار لدى أي مصرف عراقي سابقا أو بحلول عام 2024 حق ناصيل في استلام هذه المبالغ نقدا وبالدولار الأمريكي وضف أنه لم يتم الإشارة في اللقاء الصحفي إلى توقعات بوصول سعر الصرف إلى 1700 وأن للبنك المركزي أدواته التي يستخدمها لتخبض الفارق بين السعرين الرسمي والموازي